صحيح؟ فالبدعة هي شيء سيء لا علاقة له بالدين هذا هو المفهوم المعروف والمفهوم المتداول بين عامة الناس ويقول حضم المنين أنه يصعب علي أن أضع الفيصل أو الفاصل والحد بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة ولا نريد أن ندخل في تلك الأمور ولكن لي قاعدة خاصة به وهي أن كل ما فعله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجب أن نضيف على ذلك ولا يجب أن نمح من ذلك إذ أن تلك السنة هي النموذج الكامل للمعاملات الإنسانية ولكن في ظروف معينة متطلبات العصر تتغير قليلا وهكذا لا نجد صورة مطابقة في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نجد مثيلا لتلك المعاملات ولا نجد مثيلا لتلك المتطلبات فهكذا يقول حضر المهمين وضرب وعطانا مثال لأحد المسلمين في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحد المسلمين هناك لم يكن له علم بأمور من أمور الدين وأمور سنة محمد صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور هذه الدين واستهد وقد مما كان بنا يعرفه وقد اتخذ قرارا ولكنه لم يكن متيقر من ذلك فلما رجع وقابل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد فسل له كل الظروف وفسل له أيضا نتيجة اجتهاده فقال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا بالضبط هو تابع لسنته صلى الله عليه وسلم فيقول هذا الشخص الجليل أنه قد أحس بفرح كبير هناك إلى درجة أنه كاد يموت من ذلك الفرح كيف أنه ذلك الشخص البسيط قد تمكن بفضل الله أن يفكر ويصل إلى نفس النتيجة التي كان يريدها سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول حثم من المؤمنين هذه هي السنة الحسنة لأن هذا الشخص هو قد تحلى بتلك الروح المحمدية بروح محمد صلى الله عليه وسلم فهكذا أيده الله سبحانه وتعالى وأراه ذلك طريق كي يصل لنفس الاسنتاج فيقول حثم من المؤمنين بالدرجة الأولى على أي شخص إذا أراد أن يصل لنفس هذه النتاج أن يتمسك بسنة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأيضا أن يستبغ بسبغة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبغة التعليم القرآنية فهكذا سيوفقه الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى إجابات مقنعة وإجابات لها جذورها في سنة محمد صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت هذه من متطلبات العصر ويقول حظم من المؤمنين أن البدعة السيئة هي في الحقيقة تخرج من نقاط ضعف في تفكير الناس وفي تفكير الكثير